رغم كل الأحاديث الأمريكية عن دعم إيران للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ومنها اليمن إلا أن النشاط الدبلوماسي بين طهران وواشنطن ما يزال مستمرة مصادر مسؤولة في الحكومة اليمنية اعتبرت تصريحات الأمريكية الأخيرة توجها جادا للتعاطي مع الأزمة اليمنية فالسافير اليمني لدى واشنطن أحمد بن مبارك قال إن الإدارة الأمريكية لديها علم بطبيعة تدخلات الإيرانية في اليمن مؤكدا أن واشنطن لا تقبل استغلال طهران للأراضي اليمنية لتهديدها الأمن المائي لليمن والدول المجاورة وبحسب تصريحات بن مبارك فإن الحكومة اليمنية تلقت إشارات واضحة من البيت الأبيض تؤكد منع واشنطن لأية أعمال تهدد الملاحة البحرية تتزامن هذه التأكيدات الحكومية مع تحليل استراتيجي أمريكي قال إن سياسة عدم تورط واشنطن في الحرب اليمنية ربما تتغير قريبا زيادة التدخل الإيراني في اليمن يشكل بتقدير مركز الدراسات الأمريكي تراتفور حافزا مهما لزيادة الدور الأمريكي في اليمن وهو ما يجعل دول الخليج وفق المركز الأمريكي تنشط بقوة لدعم مشاركة أمريكية فاعلة محللون دوليون يعتقدون أن واشنطن تعمل فقط على طمأنة السعودية بعدم التخلي عنها لكن دبلوماسيين خليجيين ويمنيين يعتقدون أن مشاركة أمريكية فاعلة في الحرب ضد إيران مسألة وقت لا أكثر ترجمة نانسي قنقر